دق إبواب بها الليلي يقلون عليهم ينعاد وول لكل أصحابي وأهلي تحكات أحلى الأعيات ضوش موع شمع شمع سحلة موع يمع يمع إلا يا أحزان في اللي حي ليلة جولتنا على الاحتفالات الميلادية بتكمل ومحطتنا هلأ مشاهدينا راح تكون بكفية ورح نشوف سوا كيف راح يكون الميلاد بكنيسة مار جرجس تفاصيل أكتر مع ضايفنا الأب نقول لرياشي أهلا وسهلا فيك أبونا أهلا وسهلا فيكم شرفتنا كمان مرة بطل علينا من سنة للسنة مع أنه منطالب فيك أكتر من مرة ولكن معلي هذا مثل العيد يجي كل سنة كل سنة مرة أهلا وسهلا فيك دايما بتنور استوديواتنا بنعرف أدي حضرتك مشغول وعندك التزيمات على مدار السنة كلها ولكن ضروري تطل علينا حتى نعرف شو عم بصير عنكم بكنيسة مار جرجس بعرف لكل الاحتفالات الدينية والمناسبات الدينية عندكم نشاطات هالسنة لالعياد المجيدي في عندكم سلسلة من النشاطات وأكمين إشة جديدة حبينا نتعرف علي مضبوط عيد الميلاد هالسنة مميز برعية مار جرجس بكفية حبينا أنه نبلش بمعرض ميلادية ورح يبلش بكرة ساعة أربعة بعد الظهر برعية المطران كريلوس بسترو الصراع الأبرشية مطران بيروت للروم الكاتوليك فرح يكون الافتتاح ساعة أربعة بصلاة ميلادية ورح ننزل إلى سالون الكنيسة رح يكون المعرض بالاشتراك مع رسالة سلام جماعية رسالة سلامة تتعاونوا معهم مضبوط اللي عندهم إعاقة وعندهم تأخر عقلي فهن بيعمل البليكسي والشماع ويكون الميلاد عنده طابع مميز لهو العطاء نعم هالمعرض ده بينطلق بكرة 8 شهر ومستمر لغاية 10 شهر 3 أيام مضبوط وشو رح نلاقي بهالمعرض المعرض رح يكون بالإضافة للأشياء الزينة اللي منشوفها على الميلاد ولكن فيها الطعم الخاص لطعم الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة اللي هن عم يشترون اللي نصنعوا هالأشياء اللي ممكن نشتريها بييدهم مضبوط وها بحرافية بالإضافة لأبناء الرعية اللي كلهم كمان عم بيشاركوا كل واحد بعملوا من الأشياء الأدوية اللي عملينا أو الأرانجمان أو حتى تزوق النبيد نبيد ماريوحانا الخنشارة دير اللي بيعملها نبيد الطيب كمان رح يكونوا تعملوا ديجوستسيون لكل العالم اللي بيكونوا عم يجوا ويشوفوا المنتوجات اللي عملينا فيه مأكولات كمان أبونا رح يكون فيه مأكولات حلويات ميلادية رح نسميهم بالإضافة لشمع ولا البلكسي أشغال اليدوية كمان ولا حرف نعم أكيد ده بيعود ريع هالمعرض لدعم أو تحقيق أهداف شمعية رسالة السلام مضبوط لأنه بأربع الشهر بأربع كنون التاني رح نعمل غدا للمسنين هذه السنة كان عندنا حوالي 200 شخص متوقعينها سنة حوالي 300 شخص نتعاون مع كل جمعية المنطقة فريع هذا المعرض رح يكون تنقدر نعمل مقدمة الغداء لكل هالمسنين والكبار تكونوا عم يحسوا بيجو العيد ويقدروا يجتمعوا مع بعضون البعض فإذا عنده هدف بالإضافة لكل الرعية تكون مجموعة عنده هدف إنساني إنساني بالدرجة الأولى أكيد من 8 إلى 10 الشهر من 10 الصبح إلى 9 المساء طوال النهار مضبوط طوال النهار بيطلعوا الويك أند وبلشنا نحس بأجواء الميلاد وخاصة ببكفية مع البلدية زينة الميلاد زينة مميزة جدا ببكفية وهذا الفضل كمالة بلدية بكفية رح تقدر تنفسه دهور شوير هلأ كان معنا مش رايز سيد عبد الأحد لكي بالميلاد ما منحكمه نفسه منكمل بعض خاصة المتن نحن كلنا بالمتن فالمتن مميز جدا هالسنة من أول ما تطلع من أنتلياس بتشوفي كلها البلديات مزينة وبكفية عنده طابع خاص ودهور شوير كمان عنده طابع خاص على كل إنت نوصل لدهور شوير بدنا نمرق بكفية ما في مهرب ما في مهرب من بكفية هكي منتمتع بالتنين بدنا ننتقل لنهار الجمعة 15 كانون الأول مضبوط بلاشنا ندخل أكتر بالجو الروحي الجو الروحي هو من خلال ريسيتار رح ينعمل نهار الجمعة بـ 15 شهر ساعة 7 ونص جو أرسلني بالإضافة للمرنب توني سيدة رح يكون جو ترانيم شعبية ترانيم مارونية بالإضافة لجو البيزنطي تنينته رح يكملوا بعضهم بجو من الخشوع وجو من الشموع رح نسميه إذن الأمبيانس رح تكون أكتر نوال مع يسوع المسيح ومنقرب أكتر العيد الميلاد المجيد بـ 22 الشهر كمان نهار الجمعة مضبوط أن ريسيتار رح يكون مع التنون جوزيف دحتح اللي جاي من إيطاليا تكون مع الترانيم الميلادية المميزة مع الأب مخي العوات كمان ترانيم بيزنطية رح يكون ميكس مجموعة بين الترانيم العالمية مع جو البيزنطي يمكن أول مرة بينعمل هذا الشي بـ 22 الشهر فبدأ الجميع أن يطلعوا على ما جلس بكفية ساعة 8 عشية ويكونوا حاضرين للأشخاص اللي بيحبوا مش تزوق النبيز إنما تزوق الأشياء الروحية ويكونوا عم يتحضروا روحيا لأسبال طفل المغارة نهار العيد كمان عيد المجيد نهار العيد هو الحدث الأبرز رح يكون عندنا الأديس الاحتفالي رح يكون عندنا نعمل نحن شي مميز هو المغلة عند ولادة أي طفل وكيف تأذكينها الطفل الإلهي يسوع منعمل مغلة ومنعمل هدية لكل أطفال الرعية بيجوا كلهم ويكونوا عم نتشارك فرحة العين غدا المسنين أكيد رح يكون كمان بالكنيسة لا غدا المسنين رح يكون لأنه عدد كبير من الأشخاص مدعوين حوالي 300 شخص رح يكون بجمعية رسالة سلام اللي هني كمان بيعنوا بالأشخاص مثل ما قلت تسوي الاحتجاجات الخاصة بالإضافة مع كل الأشخاص وجيرة الكنيسة رح يكون بالمركز تبعهم هني رح يحضروا الأكل وهني رح يعملوا الأجواء الحلوة لكل الأشخاص ليش فكرتوا بالمسنين وأكيد من هنيكن على هالمبادرة ابتدأينا حلقتنا قبل شوي عن هالموضوع أهمية أنه نهتم بالشخص لما بيوصل لهالمرحلة من حياته وهالمرحلة اللي نفترض أنه تكون مرحلة ذهبية مضبوط ما فينا نفهم الميلاد إلا ما نفهم شغلتين العطاء والمشاركة أول شيء أنا بدأي عطول كل أبناء الرعية يشاركوا يشاركوا بعضهم البعض كل واحد قد ما بيقدر مثل ما نقول بفلس الأرملة هو عطاء عطاء للأشخاص المتركين المنسيين اللي بيعتبروا حارهم صاروا مهمشين أو كبروا بالعمر ما حدا عم يتذكرون هيدا هو الميلاد ليش بس زينة وتياب جداد وهدايا عطول مننا نركز أن نفوت على الجوهر الجوهر اللي هو يسوع ويسوع كيف ننشوفه إلا من خلال الآخر اللي منلتقل فيه الموجوع اللي يمكن ناطر مننا بسمة أو ناطر مننا كلمة حلوة نرجع نذكره إنه هو بعده موجود هو بعده حاضر وناطر مننا التفات صغيرة نعم هذه بأربعة شهر خمسة شهر كمان خمسة شهر لأول مرة برعية مرجوريس بكفية منعمل ليلة عيد الاختاص رح نعملها الساعة 11 مساء بشكل أنه الساعة 12 مع دق الجراس ومع الدايم دايم نكون عم نبارك الماء وعم نبارك العجين ونكون عم نتبارك كلنا بهالليلة الرائعة المسمية ليلة الدايم دايم ونكون عم ننهي سلسلة احتفالات هالأعياد بليلة الاختاص وبركة الماء بدي أرجع للرسالة الإنسانية أبونا يعني كنا عم نحكي شوي أهمية المشاركة وأهمية العطاء اللي هو سيد العيد كلنا بفترة العياد نتمتع بروح العطاء ولكن قدامهم أنه العطاء والتفكير بغيرنا يكون جزء من حياتنا اليومية على مدار السنة مضبوط أول شي بدي يكون العطاء عطاء مجاني ما يكون له غاية أو مصلحة لا مصلحة أنه أنا بيّن وأنا أقول أنه أنا عم بعطي لأنه أبو يسوع المسيح لطارف يمينك ما صنعت شمالك والعطاء أفضل غبطة من الأخذ والعطاء ربح للمعطي اللي عم يعطي هو اللي عم يخد هالنعمة الخاصة قبل ما يكون للشخص اللي عم نعطيه فقديش حلو ننطر المكافأة من ربنا بس هيدا شغلة كتير مهمة والمشاركة كيف هالرعية تكون هالخريية تنحب وكل واحد على قدرته بالنهاية أنا بيقول لهم عطول أنه يمكن واحد بأفكار ويمكن بحضور ويمكن بفلس الأرمان ويمكن بكل ما حلوي مش بس الأشياء المادية إنما الحضور الشخص بيها الجو الميلادي هو اللي بيعطي معنا هو اللي بيكون مثل هالمجوص الرابع اللي جاية حامل هالهدية من تعبه ومن أفكاره اللي تيقدمها ليسوع المسيح أب نقول رياشي شكرا على هالكلام الجوهري أنا بعيدك من هلأ إن عاد عليك وأنا بعيدكم كمان كل أفراد الـ MTV الأشخاص اللي عم يشتغلوا اللي عم بيحضر تنطلع هيك بصورة حلوة وبدع كل الجميع اللي عم يحضرونا اليوم لرعية مارجريس بكفية ناطرينكم أقبل كل سنة شكرا للموجودك معنا وقفوا مشاهدينا واللايب بكمل